يسأل يقول بالنسبة ليريد نصيحة لأشخاص اللي مثلا تأخرت أرزاقهم و يذهبون إلى ما يسمى بشيخ أو معلم أو شيء يصنع لهم تمائم أو يعطيهم لبان يبخرون أو شيء من هذا القبيل ماهر بارك الله فيك أولا لا بد أن يعلم كل مسلم أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى و أن الله تعالى هو واهب النعم و واهب الأرزاق و خزائن الأرزاق كلها بيد الله عز وجل الأرزاق كلها في خزائن الله عز وجل ولذلك الله جل وعلا من أسمائه الرزاق من أسمائه الرزاق و من صفاته الرزق فالله عز وجل يرزق عباده ويقول جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون المسألة الثانية بارك الله فيك الرزق لا يتوقف على المال فقط يعني بعض الناس وللأسف الشديد الآن لا يعرف الرزق إلا في المال الرزق أنواعه كثيرة وأقل أنواع الرزق هو المال أقل أنواع الرزق هو المال ولو جاء الإنسان ليعدد نعم الله عز وجل وأرزاق الله تعالى عليه لما حصرها الله جل وعلا يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصه قال جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطن نعمة الإسلام نعمة الإيمان نعمة الصحة في الأبدان نعمة الأمن في الأوطان نعمة الجماعة نعمة الزوجة نعمة الزوج نعمة البيت نعمة الصلاة نعمة العبادات نعمة أنعام كثيرة كثيرة لو الإنسان أخذ ورقة وقلم ما يمكن أن يحصي نعم الله عليه وللأسف الشديد لما غلب على الناس هذا المفهوم أنه والله الرزق فقط في المال للأسف كفروا بأنعم الله وما شكروا الله تعالى وما أدوا شكر هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه للأسف الشديد هذا أغلب الناس الآن أغلب الناس كثير من الناس رزقوا المال والعياذ بالله ظلوا المال هذا ما جلب لهم السعادة ولا جلب لهم الإيمان ولا الإسلام ولا الراحة ولا الطمأنينة شقوا بأمواله شقوا بأمواله ولذلك الإنسان يعني ينتبه لنفسه ويعرف بأن هذه الأشياء هذه النعم التي عندها أعظم من نعمة المال أعظم من نعمة المال فيجب على الإنسان أن يتق الله وأغلب الفقراء سبحان الله يشعرون بهذه النعم دائما يعني تجد أغلب الفقراء المعدومين المسحوقين تجد دائما يقول الحمد لله الشكر لله رضا راضين عن الله عز وجل لماذا لأن يشوفون نعم الله الأخرى عليه يرون نعم الله الأخرى عليه لذلك خطر على الإنسان أنه دائما ما يعرف نعم الله إلا في المال المال هذا قد يشقيك المال قد يكون سبب في أسباب هلاكك المال ما يوفر لك السعادة المال هذا إن وفر لك توفير ضرفي ووقتي وآني لذلك نعم الله كثيرة من تأملها وجدها المسألة الأخرى الإنسان عليه ببذل السبب الإنسان يعتقد بأن الرزق بيد الله لكن الله تعالى أمرنا بالكسب وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله قل سيروا في الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور النبي عليه الصلاة والسلام اشتغل قبل البعثة اشتغل راعي صلى الله عليه وسلم ودخل السوق ولما أرسله الله اشتغل بالدعوة وبالتبليغ تبليغ دين الله أداء الرسالة وكان يشجع على العمل والاكتسام فإن السماء لا تمطر ذهب ولا فضة تعمل ألم ترى أن الله قال لمريم إليك فهز الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته ولكن كل شيء له سبب كل شيء له سبب أنك مطالب أنك تعمل الأمر الآخر اللجوء إلى السحرة والمشعودين والكهان والعرافين والدجالين هذا والعياذ بالله من الطرق الشركية هذا سبيل إلى النار والعياذ بالله وسيلة إلى النار وسيلة إلى أن يبيع الإنسان دينه بعرض من الدنيا قليل هل الرزق عند الساحر والكاهن والذي يسمونه شيخ مطوع أحيانا هو كذاب هو مندوب عن إبليس ورسول من الشيطان ليضل الناس الرزق بيد الله عز وجل والرزق مجالات واسعة مجالات واسعة وطرق كثيرة جدا فاللجوء إلى هؤلاء بطلب تميمة بعض الناس يقول أنا مسحور أنا معيون أنا معمول لشيء كل هذا كذب ودجل دجل هؤلاء يبتزون الناس ويأخذون أموالهم ويضحكون على ذقونهم يشتري لبان بريال ويبيع عليه بخمس ريالات أو بعشر ريالات تاجر هذا الكاهن تاجر ويعطيها تميمة يحط فيها بعض الطلاسم وبعض الكلمات الشيطانية هذه يقول روحوا وترزق يسألوا الله العافية والسلام كيف يرضى الإنسان أنه فعلا يبيع دينه بمثل هذه الأشياء الرزق بيد الله عز وجل وأنت مطالب بأنك تسلك المسلك الشرعي وأغلب الناس يقول لك والله يا أخي أنا أكيد أنا معمول للي عمل ما ما كل ما أروح غير صحيح هو تجد أغلب هؤلاء عنده فكرة في رأسه بأنه ما يريد إلا الوظيفة الفلانية يريد مكتب ومكيف عند رأسه مثلا ومرتاح والسوق مليء بالحراف والصناعات والمهن والأعمال يترك السوق يقول لا أبغى مكتب فيقول أنا مشحور أنا معيون أنا عملي اللي عمل وما عنده إلا الكسل ما عنده إلا الكسل لأنه لو ذهب إلى بعض المجالات وجد خير الأسواق هذه تحتها كنوز وهي عمل بسيط ممكن ما يكلف شيء ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن لا يجعلوا لهؤلاء السحرة والمشعوذين رواج ولا يجعلوا لهم سوق بين الناس للأسف ما راجت سوق السحرة والكهان والعرافين والدجالين وصار لهم قيمة إلا لما لجأ إليهم الناس بمثل هذه الأشياء لجأوا إليهم ولذلك قام لهم سوق وأصبح الناس يترددون عليهم وباعوا أناس دينهم بمثل هذه الأشياء فلذلك الإنسان ينتبه ويحذر ورأس ما لك دينك رأس ما لك عقيدتك إياك أن تذهب بها بمثل هذه الطرق ومثل هذه المسالك أسأل الله تعالى أن يهدي الضوء